السلام عليكم كنتمنى تكونوا باخر والاخير احوركم جيد ان شاء الله مرحبا بكم فيديو جديد على القناة اليوم سوف نرى كيف كان المنطقة و هذا الطابل المكياج بالنسبة لهذا الطابل كانت تتفيه بحال كوافز المكياج و فيه ديرانجمون هذا نجابه في بيم اليوم الجمعة و هذا سوف نرى ان شاء الله كيف طريقة المنطقة كما ترى هذا والمبلاج سوف نبدأ على بركة الله المبلاج يجي على هذا الشكل و يجي بخوت يجيو معمرا يعني اخذت شي حاجة في بيم و القتال الداخل يعني مهرسة او الله كما هي حيط طريقة باش يكونوا وضعين البياس ديالها كتكون بطريقة امينة كما كتشوفوا هدو هما القطع ديالها انت عارفوا على المكونات كما كتشوفوا كيجي مع هاد الكاتالوج هادا لكيبيلكم الشيما كيفاش تركبوا اي بخوتو اخذيتوه يعني ممكن يكونوا مرقمين بالارقام و لا بالحروف و كيجيبكم قائع اللي بياس معها و انتو ما كتبقوا تبقوا غير الكاتالوج غير انا غير نتقسم معكم التقنية اللي غير جيكم سهلة باش ما تغلطوش لان بزاف دياله لان بزاف دياله و ممكن انكم تغلطوا فيها و تعودوا ديمونتا و تمونتا و مجديد باكتشوفو هادو هما المكونات الادوات باش كنجمعوها اول حاجة خصكم تديرو تعزلو كل نوع بوحديتو باش ما تلفوفتاشي حاجة كل نوع بوحديتو على حسب الحجم و على حسب النوعية ديالو تعزلوها هنا غادي نشوفو المكونات على بركة الله بنسبة المرأة تحيدوها باش ما تمشيش تهرس لكم لان هي اخر قطعة غادي نركبو باش نحافظو عليها وده بغا نشوفو ان شاء الله غادي نبدو ان شاء الله باول حاجة باللي تغوغ اول حاجة غا مبدوو بالاطار العام بتاع العطابل غا ناخدوك المتسبيتات هم دوك القطع لي بلكحل كيم ما كتشوفو غا تحطون في نفس الاماكين اللي انا حطيت فيهم كيم ما كتشوفو هنا انا كان انا كان صور لكم والابديلي هو اللي قام بتثبيت هاد المرأة هو ما شاء الله علي هادشي اني ما كيوحلش فيه غا هو التقنية اللي دار باش يوريكم تقنية اللي باسيطة شمعكم وقت فقط تبقوا هادا الطريقة كما كتشوفو رهنا كيحلكم على الشيما باش كما تغلطوش في القطع هاد القطع اللي اخده هاد القطع اللي اخده غا تقوموا بتثبيت انت علي انه هي اللي غادي تدخل في القطعة لاي الف الابيض هاد example هاد القطعة هاده غادي تحتاجوها بزاف كتبقوا بتثبيت انت عليها باحد طورنوفيس كما كتشوفو ره طريقة بسيطة وسهلة وهنا اخده الشيما بعد مرهات تطلقوا مهم تبعو غير تبعو غير الفيديو غا تفهمو مزيان هنا كنا كنا نشاركوا في تركيبها حيث تجد قطعة أسية لذلك تجد قطعة معنا قطعة أسية؟ نعم تجد البنية هنا كما ترون هذا القبرة يأتي يعني كل شيء عند هذا المكان قمنا بتثبيت هذه القطعة على أربع الجوانب وهنا يا صفي نأخذ القطعة اللي في الأبيض اللي كتبلكم فوق منها وغير تقوموا بالإسقاط منها وهكذا تحصلوا على الكادر ديالكم كما ترون كل شيء يظهر في الشيما يعني أي بيس فيها الرقم ديالها تتبعوا غير الشيما وهذه الطريقة سيأتيكم سهلة هنا كما ترون هذه القطعتها يدرنا لها المثبيتات ديالها ونرجع القطعة اللي عادلة في المغو لأن فيها سنقلبوها وفيها سنلسقوا الرجلات اللي يحملوا المرأة ديالنا كما كتشوفوا رحنا مكتوبة يعني 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 سنقوم بالجهة العلوية اللي مرأت هنا فقط في هذا الفيس اللي كنا ندرنا تماما يعني يدخل بسهولة ثم يعني 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 يتبعوا هذه الخشيبة سوف يأعطوكم معاها هذا السيفون هو اللي كيساعدكم في تثبيت اللي فيس يعني 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 لا تبعتوا على الطريقة أكيد ما غدا يشتغلطوا بإذن الله دبع ان شاء الله سنمشوا الجوانب اللي كي يقبطوا على تغواغ هاد الجوانب هادو ركزوا فيهم بزاف عندكم هاد السكات هادو اللي كي يدوز فيهم الغرغار نتاع اللي تغواغ هنا يردوا بأمزيان للترقيم رح هاد القطاع هادو هادو مهنا كما كتشوفوا كنقوموا بتثبيت دوك دوك سكات عليهم بالنسبة للسكات ركين الجيهة اليمنى وكين الجيهة اليسرى ردوا البل هاد النقطة مزيان باش ماشي تاتمون طولي تغواغ وتصدقوك تحيدوا السكات عاو ثاني مرة أخرى هنا يرى كل حاجة كيعطوك التقوب ديالها تبنسبة لهاد الهاد السكالي كتشوفوا هاد اللي كم حدوز نقطات صغي ورين فين غادي تتبتو هادو كاليفي الصغي ورين ديالكم تنتأكدوا هانتو ما هي هذه اللي كنقول لكم حتى نتأكدوا من اي حاجة المكان ديالها عاد نفيكسيو هنا كيما قدتلكم ردوا البل على ردوا البل على وش هاد هاد سكاء جهة اليمنى ولا جهة اليسرى لان بلاست هادك لان بلاست هادك لان بلاست ديك الولت اللي كتسهل لانسياب يد اللي تغواغ مخصكمش تغلط فيه هنا كيما كتشوفوا هادك الولت خصت تكون في التحت لانه هي اللي كتسهل انزلة لانتأكدوا اللي تغواغ كيما كتشوفوا احنا يرحت جربنا وعرفنا ان هادك سكاء اللي خصت تكون تمامة وكديروا فوق منها سكاء اخرى عادك تقوموا بتتبيتها بالنسبة لهنا باش كناك نوريكم الجهة اليمنى والجهة اليسرى كيما كتشوفوا عنتم هادك الولت هنا يراها في الجهة المعاكسة لهذه اللي حطينا دابة هاده اللي كتشوفوا رح اللي يركبنا رح هي اليسر يعني الاخرى اللي قدتكون في الاكسر كيره اليمن سأقوم بنفس العامل بالنسبة لجهة الاخرى هادوره الجوانب يعني كما أقولك الجوانب ماتقلو لمرحلة التانية إلى تغواغ هدوهما ص Corona الخشيبات اللي كنتم سمت في الجوانب بخشيبات كان كلها كلها من أجمك حيان الدائرة ثلاثة ساعة الخشيبات كما تشوفوا هنا كنا كنا نشوفهم على حسب الحروف اللي فيهم باش من غلطوش دابا ان شاء الله هنبدو على بركة الله را هاول الشيما را ديري نفس طريقة كما كتشوفوا ذاك الحرف اي هما لي في الجواني بو الجي هي اللي كتكون في الظهر والاف هي هادي اللي كنلسق فيها هاداك لتخوك اللي كنجرمنه لتغواغ كما كتشوفوا هاداك هو الواجهة هنغنوريكم فقط اللي الشيما كيفاش غاديكون هاداك شوف كتشوفوا جوجد السكات في دوك الطرف اللي في الماغو يعني الجوانيب هنا غادي نصاب كل تغواغ بوحده وعاد غادي نصقهم في دوك الجوانيب كما كتشوفوا نفس البياس اللي خدمنا قبيلة هي اللي نخدمه دابا نقوم بتثبيت نتيحها على المجرد ينا وبالنسبة لهنا الجوانيب كان نصابه بهذا الفيس هاداك راته هما عاطينه لكم ودالي لكم الرقم دياله سوف نقوم بتثبيت نتيح الجوانيب ديالها كما كتشوفوا معنا بنفس لو تخيك اللي عاطينكم رفيس عكا تفيكسه بل ما تفيكسيوا بليفيس ضروري خاسكم تكون عندكم زاوية قائمة بين الخشبات باش ما تركبوش اللي تغواغ عوج وبقوة ماء حل سدة غادي ستتقدوا انكم يعني يقد انه يتشلخ لكم ولا يقديري ما يميدوش معاكم يعني ركزوا في اي حاجة ركبتوها تركبوا في البلاصة ديالها ما تبقوش فوق سوى لها را كل حاجة دير لها المكان ديالها اخذكم غي فقط تعرفوا كيفاش انكم تركبو ليبيس و را هانتم ما انفو كتديروا كل حاجة في المكان ديالها بالنسبة للطريقة باش كتفيكسيوا ليفيس را كتجيكم ساهلة بزاف نلسقوا هادو كالخشبات بثلاثة اعدكا ناخدو الواجهة تغواغ تهيا كندرو فيها نفس البياس عندما البنات كين ذاك الغار وكتخشيوا اعدكا ناخدوها و عندكم هذا الطريق هذا اللي صغير وهو اللي كتفيكسيه تماما هادو ستعملوا بزاف هاد النوع ديالها سافي مبعد كتخشيوا في ذاك الغار دياله على هالطريقة و ارضو البن ان ذاك الغار يجيكم الداخل مديروش الواجهة لكي تحلو التغواء ما يجيش عايب أبينلكم ذاك هادوك الحفيرات هنا كما تشوفوا هاده سوف ندخلها في الأسفل سوف ندخلها كما ترى نفس العملية سوف ندرها بالنسبة للتغواء الثاني كما قلت لكم بنفس الطريقة سوف نستمر كما ترى نفس الطريقة للتركيب وهذه البياسة التي قلت لكم تركبها تلسق عليها الإطار بعد هذه المرحلة سوف ندخل هذه الكسكات في الجوانب تركبها سوف ندخل البياسة سوف ترى نفس الطريقة سوف تخشي البياسة في الجوانب و سوف ترى هذه الحفيرات التي تدخلها في الجوانب سوف تضعها في الجوانب لا تنسلها لتحفيلها و سوف تتبتت معكم و كما قلت لكم هذه الغار تحاولوا أن تدخلها لا تدخلها لكي لا تضيع المنظر سوف ندخل البياسة لأسفل لتغوى سوف ندخل الغرغار و سوف ندخل بالمطرقة لكي لا تدخل مرد و سوف ندخل و سوف ندخل القيامة من المطرقة و سوف ندخل لكي لا تدخل و سوف تتبتت لكي لا تدخل و سوف تدخل قيامة لكي لا تدخل بتركيب ديالها سافي من بعد كانت بكم المسا مركب ما قتلكم وهو لتيغواء ديالنا بجوج وجدين دبا غدي مشو نركبوا ليبواني انتع لتيغواء ديالنا ركت تلقوا هاد الابيس من هاجوج هذه رخاصة الليتيغواء فقط كتخشو لك لبيس ديالها من الداخل وكتدورو سافي كتلسق نعداو الشكل نهائي انتهى تيغواء ديالنا كما كتشوفوا معايا قلنا فقط انتبتو هاد هاد السكات في الجوانب ديالو انتم مره الطريقة بسيطة كدجي كي مقتلكم الاماكان ديالها يعني خسكم غي تتزيروها مزيان في داك في داك الجوانب وصافوا تدرو لصنصبوز في الجهة الاخرى وهنايا غت تاخدو دك هادوك ليفيس باش قد تفكسيوها نسبة الجوانب بدرنا اللي غولات في القدام ملتحت دا بغن ديروهم في الوراء باش هكا غدي تزلق في داك سكا ديالنا كما كتشوهدو معانا راه اللي غولات في التالي اللي قدرتوهم في الوراء راه تيغوار ماديش يدخل هذا هو لو تخيوك اللي خسكم تركزوا عليه لان راه غديت المجرى يوصل لكم غير النص وغدي يحبس الى تحتو في هاد الى تحتو في هاد السيتيوازيون عارفوا انكم غلطوا في اللي غولات فقط يعني ما غديش تعودوا كل شي فقط غديت دي فيسيو هادوك هادوك السيتيوازيون وغديت عودوا تدرون في المكان ديالهم سوف هنا غدي نقوم بتثبيت نتاعهم هذه الجهة الاخرى نتعطي غواغ تهي نقوم بتثبيت نتاعها بنفس الطريقة نقبطوا داك سكا نضغطوا في الجانب باش مجينيش بعيدة سوف نقوم بتثبيت نتاع المكان لوفيس ضروري ما خاصكم تحفروا لواحد شي شوية تتخللوا للمكان تعوم بعد كتلسقوه سوف هنا هاداك القطعة اللي كنا درنا في الاول اللي غلسقو في المرايا سوف نقوم بتثبيت الجوانب اللي تغواغ لانا كتجي المرايا تغواغ عاد كتجي داك سيبوغ في الاسفل هادوك المتثبيتات اللي كنا شفنا كيدخل في دوك الحفيرات سوف نفس الشي هنا يا سوف يقوم بإزلاق ديك القطعة اللي كركبه في اللي تغواغ على ديك اللي كتحمل المرآت نفس الشي غاد ندروه في الجانب الاخر وهكا كتكون الجزء الصعيب في المرآت ديالنا سوف تدخل جانب اللي تغواغ على سهل سوف ينقوم بنفس الشي هادوك الحفيرات اللي كيبانو لكم كندرو فيهم دوك المتثبيتات سوف ينقوم باحدا بلو تغنو فيس وهنا غاد ندرو السبغ اللي في الاسفل وغاد نركب اللي تغواغ ديالنا وهو الجو كما قد لكم الصعب في المرأة الماكيجية لنا واجد يبقى لنا فقط الرجلات وديك الدعمة للأسفل سوف ينفوك تركبوا الجواني بجوج سوف نركبوا هذا الحاميل اللي في الأسفل أردته هو يدخل في نفس الغار اللي شفنا انتو ما انفوك تدخلوا سوف تقبضوا ذاك الليفيس وكتفيكسيهم هنا في الظهر ديالها وحتى بالنسبة لهذا الليفيس كاملين سوف أعطيكم واحد اللي تخلق في البلون باش كتغطوا اي بلاسة فيها الفيس باش مكتجيش ضايع في المنظر ديالها بالنسبة بنيتكنوا تركبوا هاد لما عرفوا الواجهة فينها باش متركبواش خشباء لما مصبوغاش وكتجيلكم في الواجهة دون كده ديمونتاو الابيس كاملة هنا كي قلت لكم سوف يبقى تنغيف فقط مرحلة تتبيت هنا يمشينا باش نشوفوا الرجلات كيفاش نفكسي الرجلات متاع لاكوافوس ديالنا كي يجو هكا كما كتشوفوا وراتهم عندهم الاماكن ديالهم كنقبطوا واحد اللي فيس كما سوف تشوفوا معايا الطريقة نقبطوا اللي غنفكسي وغندوزو من الاسفل هنتم البنات راه الطريقة سهلة كما كي بلكم ارادين للكم ربعات تقوب كل جوج تقوب كي يجو مائلين حيت رجلين كي يجو مائلين وكل واحدة عندها باش كتفكسي هنتم البنات نفوك تخشووا الفيس من تحت وعندها كتغلطوا في الفيس لان اي فيس بغيت تخشو في مكان وتعكس معاكم اكيد هديك ماشي المكان دياله لانهما ديرين اي فيس كيدخل المكان دياله بسهولة هنا يسافي نحاولو اننا نفكسيو الرجلات كما كي بلكم وهكا كي يكون سبوك ديالنا كل وجد نفس الشي غادي نديرو بالنسبة للرجل الاخرى كنحاولو اننا ندوزو الفيس من تحت وكنديرو الاسقاط نتاع ذيكلا بغتي عليها مباشرة ومبعد كنزيرو هنا يسافي ساوبنا الجهات بجوج نفس العمالي درنا فاتجها درنا في الجهة الاخرى وكينا ديكلا بتيك طابل اللي كتدر في الاسفل راها سهلة كي تفكسيوها لانه كتجي ديجا وجدة يعني كتقبطوها فقط وكتدروا لها ليفيس مع الرجلات نتاع على طابل ديالكم كتلقوها وسط الامبالانج واجدة هكا وبنسبة ليفيس ديالها را نفس ليفيس اللي استعملنا كيعطوهم كما كتلكم محسوبين سافي غادي ندرو نفس العمل بالنسبة للجهة الاخرى بالنسبة لواحد جوج قطعة كتلقوها في الابيض هدو كي يلاقوها لها ديالها باش نغطي الجزء الخلفي من حامل اللي تغوغ كما كتشوفوا معايا كتصوبوهم بهذه الطريقة هدو وكتفكسيوهم بدوك المصامر اللي عاطينكم رأي قطعة عندكم إلا وعندها المكان ديالها سافي كنحاولو انا نفكسيوها باش مني بقوا ندفعوه لتغوغوا ما تمشيناش ديالها هنا هنا كي أعطوكم واحدة الربعة الرجلات كتبتوهم في الأسفل كتلسقوهم معادي رجلات نتاعكم باش كتجي مرفوعة على الأرض كامل الماء ولا باش كتحافظوا عليها سهلين باش تركبوهم كتقوموا بتثبيت نتاعهم مباشرة تحت رجلات نتاع لطابل ديالكم وبهذا الشكل هكا كنكونو قربنا نسالي وبقالنا فقط نتبتو المرآت ديالنا ونشوفو الشكل النهائي انت على طابل انتما البنات هذا هو هده هي لطابل ديالنا بالنسبة للمرآت كي ننواحد جوجد لطوالين كتستعملهم في تثبيت المرآت لانه باش كتبقات المرآت تطلع و تثبط ما كتبقاش فيكس وهذا كتبتو هذا الفلوجون كي يلاق باش كتبتو علي هاد القطعة الفلوجري باش ما كيجيش بينكم بلاست الفيس في الجوانب وكتجي جمالية أكتر فقط تركبوهم وكتحاولو انكم تضربوهم باش كي يلسقو وهذا هو الشكل النهائي هنا باقي ما دخلتها لشوم غادل بنيتا انا فقط صورت لكم الشكل النهائي ديالها بحقيقة وخافيها واحد شوية لمعاناة وانما كيجي شكل نهائي زوين كما كتشوفو معايا وكتجي آنيقة وفي نفس الوقت هنتم ما كتجيش يعني إلا ركبتوهم زي ما كتجيش لديك عليه ولا والو كتركب بكل سهولة كنتمنى كنتمنى الفيديو يكون الإعجاب ديالكم وتكون طريقة المونتاج ده هذا لطاب العجبات لأننا لقيت بزاف اللي بغين يعرفوا طريقة تركيب ديالها لهذا قلت غديندير فيديو ده هدوك اللي زغتيك اللي خديتين بيم غدينتقاسمو معاكم دي زغتيك اللي زوينين كل حاجة غدينوريكم طريقة المونتاج ديالها ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي بالنسبة لبنات اللي كيبغوا روتينات وكيبغوا تنظيم نوريكم الشكل نهائي وكيفاش ننظمت كل حاجة كنتمنى بحل هذا الفيديو يكونوا كينالوا الإعجاب ديالكم الى كان عجبكم فيديو ما تنسوش تخليولي لايك تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم الجديد مع السلامة اشتركوا في القناة